اهلا بكم الى موجة اخبار الان هررت قوات مكافحة الارهاب العراقية عددا من القرى التي كان يحتلها داعش جنوب غربي قضاء تلعفر وقال قائد عمليات قادمنا يا تلعفر الفريق عبد الامير راشيد يارالله ان قوات مكافحة الارهاب حررت قرى تلرحال وجبارة وحسين ادريس والملة والمجيد جنوب غربي تلعفر ورفعت العالم العراقي فيها عثر الجيش اللبناني على صواريخ مضادة للطائرات في مخبأ للأسلحة بمنطقة تخلى عنها متشدد تنظيم داعش وتضمن مخبأ الأسلحة قذائف مورتر وأسلحة آلية متوسطة وتقيلة وبنادق وقنابل وأسلحة مضادة للدبابات قتل وجرح العشرات من قوات النظام السوري خلال الاشتباكات المستمرة في بادية السويداء جنوب سوريا وتركزت المعارك في منطقة وادي محمود وتل شعاب واستهدفت قوات المعارضة مواقع تمركز الميليشيات الإيرانية التي تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد قال البيت الأبيض وبمناسبة الذكرى الرابعة لاستخدام النظام أسلحة كيميائية في سوريا إن بشار الأسد أثبت أنه ما زال يمتلك أسلحة كيميائية وعلى استعداد لاستخدامها ضد المدنيين الأبرياء وصدف أمس الذكرى الرابعة للهجوم المميت الذي وقع في عام 2013 في الغوطة في دمشق أبد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على اتفاق سياسي محتمل مع جماعة طالبان الأفغانية محذرا في ذات الوقت من أن الانسحاب السريع من هذا البلد سيخلق فراغا يستفيد منه الإرهابيون لقيت امرأة إيطالية مصرعها بعد أن ضرب زلزال قوي جزيرة بركانية قبالة ساحل مدينة نافولي وأدى إلى انهيار المنزل وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن زلزال بلغت قوته أربع درجات بمقياس رختر ضرب المنطقة السياحية في إيشيا قالت صحيفة ديلي ميل إن المساج والوخز بالإبر أصبحت طريقة الصينيين في تدليل القطط والكلاب عن طريق غرز الإبر في أجسادهم لتهديئة آلامهم ويعتقد الممارسون التقليديون أن الوخز بالإبر في أماكن محددة من الجسم يمكن أن يحفز الدورة الدموية كما وتساعد عملية الوخز التي تشتهر بها الصين في تخفيف آلام المرضى نهاية الموجز إلى اللقاء